دقائق قبل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم جرى التدافع على مدخل ستاد أوليمبي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحة أمام الستاد الرياضي في بويندي عاصمة الكاميرون وفي ختم مؤتمر عبر الفيديو جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة عدد من الدول الأوروبية جدد القادة دعمهم غير المشروط لوحدة أراضي أوكرانيا وتوعدوا روسيا بعواقب وخيمة إذا ما شنت عدوانا على أوكرانيا توعدوا مرة أخرى في غضون ذلك وضعت الولايات المتحدة 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب قصوى لاحتمال نشرهم في شرق أوروبا المتحدث باسم الفانتاجون قال أنه من الواضح جدا أن الروس ما عندهم استعداد ولا نية بالوقت الحالي لوقف التصعيد وأنه القيام بهذه الخطوة تحضير 8500 جندي هي لدعم حلفاء النيتو على سعيد أوميكرون الآن حالات الإصابة بالولايات المتحدة تسجل انخفاضات متتالية على مدار الأسبوع الماضي ويبدو أن الحالات بأوروبا الغربية أيضا بدأت تستقر بينما لا تزال أوروبا الشرقية تواجه ارتفاعات كبيرة بالصين الصين أعلنت عن 45 حالة جديدة حالة الإصابة بكوفيد 19 يوم أمس انخفاضا من الـ 57 حالة في اليوم الذي سبقه الأسهم الأوروبية تراجعت يوم أمس بأكبر قدر منذ يونيو من العام 2020 وهو ما أدى إلى القضاء على حوالي 600 مليار دولار من القيمة السوقية يوم أمس فقط غير مستغرب طبعا هناك كثير بالتوترات الجيوسياسية بلشنا نحكي فيها التي تحيط بأوكرانيا والمنطقة هناك وأيضا احتمال استفاع أسعار الفوائد تثير مخاوف المستثمرين وبعد عمليات بيع واسعة وعميقة لاحقا من نهار ارتفعت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة لتغلق على أعلى في فترة من الفترات لفترة وجيزة دخل الـ S&P منطقة التصحيح يعني أكثر من 10% من إغلاق القياس في الشهر السابق أو الأحرى في وقت سابق من الشهر أكثر فأكثر عم تنشيل الظروف التي أدت إلى زيادة الأسعار في الأصول ذات المخاطر وبالتالي ننتظر هذه التقلبات الكبيرة في السوق وهو أمر لا مفر منه الآن فيما يستمر المستثمرون في اختيار رهاناتهم وتقييمهم لظروف السوق الجديدة بما أنه رح يخف التدخل الحكومي فيها الحفلة أمس بدأت مع عمليات بيع على الأسهم الميم ثم شركات التكنولوجيا الجيدة مثل أبل وغيرها ومن ثم تبعتها عمليات بيع على الأسهم كثيرة ارتدت السوق في قرب نهاية الجلسة عندما جاءت صعينا ضيق التحوط لتغطية مراكزها المنبعة على المكشوف يعني الشورت بوزيشن صار فيه تغطية للشورت بوزيشن ستاندرد أند بورز الآن فيه طريقة اللي يسجل أسوأ شهر يناير على الإطلاق أداءه بالتالي بيكون الأسوأ منذ يناير 2009 اللي هو كان تاريخيا أسوأ يناير بالتاريخ لما هبطت البورصة حوالي 8.16% الآن بعد جني ومالي انقلاب عسكري الثالث بالأشهر الثمانية الماضية في غرب إفريقيا هذه المرة في بوركينا فاسو جنود متمردون أعلنوا أنه خلعوا الحكومة أغلقوا الحدود اعتقلوا الرئيس وسيطروا على البلاد كمان هذا بيكون ثامن انقلاب ناجح ببوركينا فاسو نفسه منذ العام 1960 واسدتين